طيب معانا نبيل من المغرب على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مريض بالصرع والطبيب طلب مني ان افطر لكن انا عايز اصوم هل انا كده آسم مع اني اتناول 3 جرعات في اليوم لا بد من سماع كلام الطبيب لا بد من سماع كلام الطبيب ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة احنا دايما نقول الشيخ لا يسأل انا اصوم ولا ما اصومش الشيخ يسأل يا شيخ انا الطبيب اللي ما اصومش اعمل ايه فقط الشيخ لا يتعرض لمسألة الصوم خلاص ولكن الان هو قدام واحد ممنوع من الصيان بامري متخصص اللي هو الطبيب يبقى يقول له والله اطعم عن كل يوم مسكين دي رخصة بقى ربنا ده فلذلك يا استاذ نبيل رجاء سماع كلام الطبيب في هذا دي ما تسألش ما تهضكش العاطفة وتقول لا انا نفسي اصوم والله ممكن يصوم يهلك يصوم بدل النوبة ما بتجيله مرتين في اليوم ولا ما بتجيش او بتجي مرة كل فترة ممكن تتوالى عليه كتير جدا لان المخ طبعا بيحتاج الى غذاء ويحتاج الى سكر ومش عارف ايه وهذه التقسم تأتي من نقص اشياء كثيرة في البدن فهذا حصل له نوبة كبيرة فكده هيبقى قسم لو هو صوم نعم بالضبط مش لو العكس حصل نعم بالضبط نعم